شاركت المملكة في مؤتمر نزع السلاح الخاص بأعمال اللنية التحضيرية لمؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في كلمته على ضرورة التعاون الدولي السلمي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية تلتزم بلادي بسياستها الوطنية للطاقة الذرية التي تركز على أعلى معايير الشفافية والموثوقية في تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في مختلف المجالات بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية وتتعاون المملكة على نحو وثيق في ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكدت المملكة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما تلتزم المملكة بمعايير الشفافية المتمثلة في سياستها الوطنية والاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية المستدامة مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لا تقتصر على دول المنطقة فحسب بل هي مسؤولية دولية جماعية وفي معرض تناوله للمشاغل الإقليمية قال مندوب المملكة أن خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي وأدان سعادته التصريحات التحريدية الآخرة والتهديدات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف